السلام عليكم طالبات من مدرسة اشتار الاهلية للبنات نقدم لكم درس اخر من دروس الفيزياء لمرحلة الخامس الاحيائي معكم مدرسة المادة ست زينة نافع طالباتي وصلنا وياكم الى موضوع الازاحة من الفصل الثاني الحركة احنا الدرس الماضي تعرفنا على الازاحة وطرقنا بعض الامثلة اريد نوضح كطريقة رسم هذه الامثلة ننتبه بنات ادنا هنا احد العدائين حتى اجد الازاحة ادنا هنا الحركة الازاحة تساوي صفر اي ان العداء او الشخص غير متحرك بعد فترة راح يقطع ازاحة ابتدائية اسميها اكس اي اي غير الموقع ان الجسم تحرك ثم يقطع ازاحة نهائية فاينال اسميها اكس اي فو انيشيال ابتدائية اذا هنا احنا ادنا ش راح نطلع التغير بالموقع اي التغير بالازاحة حتى اطلع حركة الجسم بما معناه فاذا هنا راح يكون عندي الازاحة ش ساوي ان التغير المثلث يعني دلتا التغير بالازاحة ماذا يساوي الازاحة النهائية فاينال ناقص الازاحة الابتدائية وعلامة متجهة لانه الازاحة من الكميات المتجهة فمثال لو كانت الازاحة اللي قطعها العداء ابتدائية قطع خمسة متر موجب وقطع ازاحة نهائية من الصفر الى اكس اف موجب اثنى عش متر اشارة الموجب تعني ان اتجاه الازاحة مع يمين محوار اكس حتى اطلع التغير بالازاحة ش راح يكون عندنا اطبق القانون اكس اف ناقص اكس اي اعوض عن النهائي 12 اعوض عن الابتدائي 5 الناتج راح يكون بالموجب لان الازاحة نحو اليمين المثال الاخر نلاحظ هنا لو العداء قطع ازاحة ابتدائية كان مقدارها خمسة متر ثم غير الاتجاه بالاتجاه المعاكس لاحظوا هنا غير اتجاه عكسي وقطع ازاحة مقدارها نهائية واحد متر فما هو التغير بالازاحة اذا النهائية واحد الابتدائية خمسة الناتج صار سالب اربعة متر اذا هذه اشارة السالب ماذا تعني اي ان الازاحة اصبحت بعكس الاتجاه لاتجاه معاكس واشارة السالب اي ان اتجاه الازاحة نحو يسار محوار اكس مثال اخر حاليا هذا العداء رح يتحرك من خمسة متر من النقطة اللي كان واقف عليها اللي هي الحالة الاولى خمسة متر ممثل الحالة الاولى من الصفر لا هو واقف على الخمسة من عدها تحرك خطع ازاحة ابتدائية وصل للنقطة عشرين اذا بما معناها شقد الازاحة اللي قطعها من الهنانة عشرين ناقص خمسة خمستعش متر اي هو الذهابا قطع اخمستعش متر ميسر اقول عشرين لان ما بدى من الصفر هو كان واقف على الخمسة هاي الازاحة الابتدائية اذا الابتدائية شقد رح تمثل انه عشرين ناقص اخمستعش لكن رجع رجع الى النقطة خمسة النهائية كانت ايضا خمسة رجع لنفس النقطة اللي تحرك من عدها اذا ايضا الازاحة هنا بهاي الفترة نسميها ايابا شقد قطع اخمستعش متر هم عشرين ناقص خمسة تطلع لي خمستعش اريد اعرف انا التغير بالازاحة جقد رح يكون عندي النهائي ناقص الابتدائي خمستعش ناقص خمستعش صفر وملاحظة مهمة طالبات الجسم الذي يتحرك من نقطة ثم يعود الى نفس النقطة اذا احتب بصورة عامة دائما النهائية ماذا تساوي تساوي لصفر يبقى عندنا هنا المسافة الكلية يبقى عندنا المسافة الكلية هسا احنا فهمنا الازاحة رد المسافة المسافة من الكميات المقدارية وليست اتجاهية لهذا بغض النظر عن الاشارات اي رقم يمشي العداء او يتحرك الجسم كله ينحسب اذا انقطع ذهابا 15 متر ورجع ايابا 15 متر فتجمع المسافة اللي يمشيها العداء ما عندي طرح هنا لان المسافة من الكميات المقدارية فاذا المسافة الابتدائية كانت الذهابا 15 والمسافة النهائية ايابا 15 اذا ايش رح يكون ادنا الناتج النهائي رح يكون ادنا 30 متر رح نتعرف على مفهوم اخر اللي هو السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة ادنا اهنانه احنا كنا نعرف السرعة هي الازاحة على الزمن لكن اريد نفهم من خلال هذا المثال الاتي سيارة كانت واقفة ما متحركة بالفترة الزمنية الزمن عندي صفر اتحركت وصلت الى نقطة اي قطعة ازاحة ابتدائية 2 متر ثم اتحركت قطعة ازاحة نهائية من الصفر للنقطة بي قطعة الازاحة النهائية 32 متر هي خلال الثانية الواحدة قطعة 2 متر لكن خلال 4 ثواني اشقد قطعة ازاحة نهاية 32 متر اذا عندي زمن ابتدائي ونهائي عندي ازاحة ابتدائية ونهائية اريد اعرف قانون السرعة المتوسطة فاذا السرعة المتوسطة التغير هي بصورة عامة كقانون سرعة ازاحة على زمن لكن لي انذكر متوسطة هنا معناها التغير بالازاحة على التغير بالزمن اش راح يساوي لنا الناتج ادنا اهنانه فراح يمثل لنا الازاحة النهائية ناقص اكس اي الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي طبعا خلينا قيمة مطلقة نخليها اولا ما مشكلة بس احنا نعرف انه الكميات المتجهة الها قيمة مطلقة اش قد راح يساوي لنا هنا النهائية هي 32 والابتدائية 2 الزمن النهائي كان 4 ناقص 1 اش راح يكون الناتج 30 على 3 اذا اش راح تساوي لنا 10 متر على ثانية اعيد النهائية كانت 32 والابتدائية 2 والزمن النهائي 4 والابتدائي 1 فطلعتنا 10 متر على ثانية في افرج احنا هسا اذا نربط كرياضيات هذا الموضوع عندي الازاحة هنا على محور y والزمن على محور اكس اعيد اطلع الرسم مالتنا شوية ننتبه طالبات هذا فقط للفهم احنا عدنا بالثانية الاولى اش قد كانت الازاحة 2 متر يعني وان راح يتقاطعون وبهاي النقطة هاي النقطة هي اللي تمثل لي اي لكن بالاربعة ثواني خلال الفترة الزمنية اربع ثواني اش قد قطع السيارة قطعت قطعة 32 اذا لو يتقاطعون هنا وبهاي النقطة اللي هي بي فاذا اوصل الخط المستقيم بين النقطين هذا هو يمثل انه الخط المستقيم اي هذا الخط المستقيم اذا اخذ الى الميل الميل احنا هنا مقابل وهنا مجاور فشي ساوي انه تاني الزاوية المقابل خلال الفترة الزمنية اللي راح يمثل دلتا اكس والمجاور شي يمثل دلتا تي يعني معناها الميل الخط المستقيم هو نفسه تاني الزاوية اذا اخذه معناها ش راح يطلع لي ينطيني قانون في اذرج يمثل انه سرعة المتوسطة هي نفسها تمثل انه ميل الخط المستقيم اذا احنا تعرفنا على الازاحة وتعرفنا على السرعة موضوع اخر اللي هو راح يمثلنه الانطلاق المتوسط الانطلاق المتوسط انتبه طالبات احنا السرعة ازاحة على زمن كميات متجهة السرعة والازاحة الانطلاق المسافة على الزمن فالانطلاق و المسافة من الكميات المقدارية لاحظوا انه وهذا المثال البسيط عندنا طريق مستقيم وطريق منحني وعندي شاحنتين الشاحنة كي سلكت الطريق المستقيم ووصلت الى النقطة النهاية الطريق كان من النقطة اي الى النقطة بي لكن الشاحنة ام سلكت الطريق المنحني ووصلت الى النهاية هذه هي الشاحنة مالتنا ام الطالب من عندي بعض المطالب يريد الانطلاق المتوسط للشاحنة كي والانطلاق المتوسط للشاحنة ام والسرعة المتوسطة للشاحنة كي والسرعة المتوسطة للشاحنة ام انا اجي على نقطة نقطة واطبق القانون احنا كانطلاق المسافة المقطوعة للزمن الكلي لانه اجذكر لي معدل الانطلاق الانطلاق اس والسرعة في فالمسافة المقطوعة للشاحنة كي كيف كانت هذه المسافة هذه 100 متر الزمن طبعا الفترة الزمنية نفسها للشاحنتين قطعت من أي إلى بي خلال 10 ثواني الشاحنة كي الشاحنة قطعت المسافة من أي إلى بي أيضا بعشر ثواني أي الزمن نفسه إذن على 10 إذن هنا الناتج قسمنا المسافة المقطوعة للشاحنة كي اللي هي الخط المستقيم من أي إلى بي 100 على الزمن 10 فكان الناتج 10 متر على ثاني هذا المطلب الأول المطلب الثاني رايد للشاحنة أم المسافة اللي قطعتها هي 130 متر لكن نفس الفترة الزمنية 10 إذن شتساوي إنه 13 معناها الانطلاق المتوسط لهذه الشاحنة 13 متر على ثاني هنا كان الرقم أكبر لأن المسافة اللي سلكتها الشاحنة أكبر نجي للسرعة طبعا السرعة ليست مقدارية ولا حتى الإزاحة مقدارية وإنما متجهة فالسرعة للشاحنة كي معدل السرعة الإزاحة المقطوعة على الزمن لأن تعريف السرعة أو الإزاحة بين النقطتين فنذكر أيضا أم على عشرة نفس الفترة الزمنية عشرة متر على ثاني هذه تمثلي السرعة المتوسطة للشاحنة كي لكن من أجي أحسب السرعة المتوسطة للشاحنة أم ما ممكن أن أخذ المية وثلاثين لأن الطريق شبيه هنا منحني لا يمكن يجب أن أأخذ طريق مستقيم فرح تعتبر نفس الإزاحة هي نفسها للشاحنة لازم أخذها عشرة مش كد رح يساوي لنا هنا رح يكون أيضا عشرة متر على ثاني فمن نجي للكتاب أكم ملاحظة مهمة تذكر إذا انتقل جسم ما على مسار مستقيم اللي هو الشاحنة كي مسار مستقيم فإن مقدار سرعته المتوسطة يساوي انطلاقه المتوسط أي أن الانطلاق يعبر عن المقدار العددي للسرعة كيف كان الانطلاق العددي للسرعة للشاحنة كي عشرة وأخذنا يا إزاق بسافة مية إذن هنا نفس العملية ما ممكن أن أخذ الطريق المتعرج لأن هنا الإزاحة لازم بين نقطتين كميات متجهة فننتبه إلى هذه الملاحظة إذا انتقل جسم المقدار السرعة هو نفسه مقدار الانطلاق يعني بالضبط هذه الملاحظة تنطبق على هذا المثال عدنا هذا المثال مثال رقم واحد سيارة قطعت مسافة من النقطة أي وراحت إلى النقطة سي تحركت هذه السيارة قطعت من النقطة التي هنا الإزاحة التي قطعتها أو المسافة الثنين هم رح نطلق لأن انطلاقوا سرعة الإزاحة التي قطعتها 600 متر لكن خلال إش قد ثمانين ثانية أي هاي الفترة الزمنية الأولى بعدين غيرت اتجاهها باتجاه المعاكس ووصلت إلى النقطة بي قطعت ميتين متر خلال فترة زمنية عشرين ثانية إذن أنا عندي ثمانين وعشرين معناها الزمن الفترة الكلية إش قد رح تكون ميت ثانية المطلب الأول شنو رايد من عندنا المطلب الأول يريد من عندنا هنا الانطلاق المتوسط S-Average عند حركة السيارة من النقطة A إلى النقطة C إحنا نعرف كقانون الانطلاق هو المسافة المقطوعة الزمن الكلي فإذن أدنا هنا المسافة المقطوعة من A إلى C إش قد يعرفها من وحدة القياس بالمتر ستمية من A إلى C إش قد كانت الفترة الزمنية 80 من أختصر الأرقام رح يطلع لي الناتج 7.5 متر على الثانية هاي بالنسبة إحنا هسيش طلعنا أولا الانطلاق المتوسط المطلب الثاني رايد من إدنى السرعة المتوسطة أيضا خلال 80 ثانية يعني الإزاحة من A إلى C فقط إحنا كنا نعرف الإزاحة المقطوعة الإزاحة الكلية الزمن اللي مذكور من A إلى C أيضا خط مستقيم إذن هي نفسها 600 خلال فترة الأولى اللي هي 80 ثانية هم رح يطلع لي 7.5 متر على ثانية المطلب الثالث يريد مؤدل الانطلاق خلال الفترة الكلية يعني من A إلى C ثم رجع وين إلى B ذهابا ستمية وإيابا ميتين إذن إش راح نقول له راح نقول له هنا الزمن الكلي عفوا المسافة الكلية على الزمن الكلي راح يكون عندنا 600 زائد ميتين يعني إحنا المسافة مقدارية شنو أي جسم متحرك أي مسافة يقطعها هي أجمعها على ثمانين زائد عشرين شكد راح يطلع لنا الناتج هنا أنا عندي هنا حيكون 800 وإهنا أنا راح يكون 100 يطلع ثمانية تختصر الأصفارة متر على ثانية لكن ننتبه الفترة الكلية يريد السرعة السرعة معناها هنا الإزاحة المقطوعة التغير بأكس لأن هنا لفترة واحدة طلب فترة واحدة طلب لكن هنا يريد الفترة الكلية فإذا ما سيساوينا ما قد عندنا سيكون 600 ناقص ميتين على الفترة مالتنا اللي هي راح تكون عشرين زائد ثمانين مئة أي 400 على مية وتساوي 4 متر على ثاني إذن ننتبه طالبات لأن عكس الاتجاه الإزاحة كمية ومتجهة راح ستمية ورجع ميتين من أطلع السرعة طرح لكن من أطلع انطلاق المسافة ذهابا وإيابا قد يتحرك الجسم هو حاصل الجنب